في شكل الجانب الأوروبي علم تماما بأن ترد الأوضاع على المستوى الدبلوماسي عدم تقدم أي مصار لا بسواء مصار بيلاروزيا ولا مصار إسرائيل ولا مصار الآن تركية يبدو بأن الأمور الآن تتشهي إلى تصعيد أكثر ولهذا الاتحاد الأوروبي يستعد للقمة في فرنسا في فرساي وذلك على إطار مجموعة من القضاء الأوروبيين 27 دولة سوف يجتمعون وذلك لدراسة ما هي الخطوة التالية هذه العقوبات التي تم عرضها من قبل الاتحاد الأوروبي هنا في بروكسل الثلاث من حزم من العقوبات التي عمليا تطرقت إلى العديد من القضايا الإشكالية الكبرى هي في الطاقة الطاقة هي العصر يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضغط فيه على موسكو ولكن في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي لا يريد لغاية الآن وقبل أن كان هناك أيضا مزيد من التصريحات من جوزيف موريل الذي كان واضحا عندما قال بأن الاتحاد الأوروبي لا ينوي أن يتوقف عن استخدام الطاقة وتحديدا الغاز من روسيا والسبب في ذلك بأنه لا يجد هناك بدائل لا يجد هناك بيترول لا يجد هناك بنية تحتية لنقل الغاز من الجزائر عبر المغرب عبر إسبانيا تحديدا في هذا الوقت الضيق لا يجد هناك إمكانين لقله من نيجيريا مصر غير معنية وبالتالي فأن لا يجد هناك خيارات ليها هذه القارة الأوروبية الشاسعة 27 دولة بحاجة إلى الطاقة بحاجة إلى الغاز هناك المصانع ما هي أيضا المطالب الأوكرانية الأوكرانيون يؤكدون مطالبهم على الحصول على الطيران أو على الأقل منع الطيران بمعنى هم يطالبون إما بأن الاتحاد الأوروبي يزودهم بالطائرات طبعا وهناك الحديث عن النيتو والشمال الأطلسي وتدخل الولايات المتحدة في تزويد الأوكرانيين بالطائرات أو أن يكون هناك منع لتحليق الطائرات فوق أوكرانيا هذا بالنسبة لعدد كبير من الدول في شرقية أوروبا يعني تحديدا التهديد الجيوسياسي اليابي يهدد هذه المنطقة نتحدث عن لاتيفيا نتحدث عن بولندا نتحدث عن رومانيا في الجنوب كل هذه المناطق وهنغاريا كل هذه المناطق الدول حقيقة لا تريد أن يتم هناك إشعال للمزيد من الحرائق على المستوى العسكري في أوكرانيا وبتالي الاتحاد الأوروبي أمام العديد من المعنى العطفات لغاية الآن العقوبات لم تؤتي أكلها الجانب الروسي ما زال مستمرا في حربه في أوكرانيا ولكن أيضا هناك بعض المسؤولين الأوروبيين الذين بدأوا يتحدثوا بأنه إذا لم يكن هناك تقدم على المستوى الدبلوماسي لماذا لا يكون هناك محاولة المناورة مع الصين تحديدا وهي الدولة التي ما تزال غاية الآن موقفة غير واضحة إطلاقا هل هي داعمة حليفة مع روسيا أم أنه يمكن الحديث مع الصين كل ذلك سوف يتم دراسته في فرنسا في قصر فرساي الذي يمثل هذه الملكية الفرنسية السابقة لأن هناك طموح الإمبراطوري القيصري ببوتين وهناك أيضا طموح الأوروبي بعودة الأمجاد الأوروبية ولكن الناس في أوروبا لا يتحدثون عن هذا أيضا المواطن الأوروبي الآن لا يكترف بكل ما يجري هو لا يريد أن يكون هناك انقطاع للكهرباء لا يريد أن يكون هناك انقطاع للتدفئة الموجودة ولا يريد أن يكون هناك عودة إلى انكماش اقتصادي كما حدث خلال عامين مع الكورونا ويريد أن يكون هناك انتعاش تقدم سياحي ولكن كل الأجواء التي تشير إلى المزيد من التصعيد القصف الباتريوت الذي تريد الولايات المتحدة إرساله إلى بولندا هذا الذي يمكن أن يهدد الطيران الروسي كل ذلك هي عبارة عن رسائل وإشارات سلبية هنا في الاتحاد الأوروبي أمس أعلنوا بأن هناك مجموعة من الحزم الإضافية للعقوبات ولكن هناك حزم البعض من المحللين الأوروبي قال بأنها لافتة جدا وهو أن تصويب السهم الآن ليس فقط على روسيا الاتحادية ولكن أيضا على بيلاروسيا هذه الدولة التي بات واضحا بأن حليفة هذا العدوان كما يقولون هنا في الاتحاد الأوروبي هي متورطة في هذه الحرب هي أرسلت جنود روس عبر أراضيها وبالتالي عليها أن تعاني وبالتالي تم وضع العديد من الشركات البيلاروسية أيضا شخصيات بيلاروسية إضافة إلى ذلك أكثر الأمور التي تؤلم هو موضوع للسويفت لغاية الآن ولكن أمس كان هناك قرار بتجميد أصول البنك المركزي الروسي هذا يعني بأن هناك عدم قدرة عند روسيا الاتحادية لعمل صفقات تجارية على المدى البعيد